الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه بسم الله الرحمن الرحيم قال تعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم قاتلوهم أمر من الله سبحانه وتعالى بمقاتلة هؤلاء الأعداء لا سيما المحتلين لأراضينا الغاصبين لها فهؤلاء يجب قتالهم وهذا القتال تترتب عليه عدة مزايا عظيمة لهذه الأمة مقاتلة هذا الصنف من الأعداء الكفرة يعذبهم الله بأيديكم يعذبهم الله بأيديكم واحدة ثانيا يخزهم ثالثا ينصركم عليهم وهذا الذي نراه بفضل من الله سبحانه وتعالى في طفان الأقصى أن الله يعذب هؤلاء اليهود بأيدي تلك الفئة المؤمنة الصالحة المتوضئة أنظروا إلى الخزي الذي أصابهم كيف تشتتوا وتشرضموا وأصابهم الهوان وضربوا في عقر الدار التي احتلوها وينصركم عليهم هذا وعد من الله إن تنصروا الله ينصركم ينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين كم من المؤمنين في شارق الأرض ومغاربها أبيضهم وأسودهم وأحمرهم كلهم فرحوا بهذا الاقتحام العظيم هذا الجهاد الذي هو فرض عين على أهل فلسطين أولا ومن كان حولهم من المؤمنين وتتسع الدائرة بحسب ما تحتاجه فلسطين ويذهب غيظ قلوبه يذهب غيظ قلوب كثير من المؤمنين ويتوب الله على من يشاء هناك سبحان الله من الأعداء من يقعون في الأسرة فيسلمون أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة فيا أيها المسلمون إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فينبغي لنا جميعا أن نقف مع إخواننا في فلسطين إنها فلسطين التي لا ينبغي أن يختلف عنها اثنان القدس والطهر تدنس من قبل الصهاين المجرمين قاتل الأنبياء وناقض العهود وخائن الذمم إن طفان الأقصى سيأتي بحول الله عليهم وعلى الأنذان الذين باعوا فلسطين من لقطائها الخائنين الذين ليس لهم إلا المال والنساء ذلهم الله سيأتي هذا الطفان بإذن الله عز وجل ماضيا ليعري دول التطبيع الحكومات الخائنة لأمتها الناكثة لدينها الدائسة على كرامتها سيأتي الطفان ليطهر الرجس من الأرض المباركة وسيعلو بإذن الله وستعلو أمواجه حتى يضرب أطرافها أو أطراف تلك أو حتى يضرب أطراف تلك الدول المارقة فيغرق الخونة والمرتدين أيتها الشعوب المسلمة لا تبقي نائمة حالمة بنصر على وثير الفرش ونعومة العيش والهناء لا تحلمي بذلك فتلك أضغاث أحلام إن لم تكوني عضدا لأختك فلسطين فستظلين في السفالة والطين إن أجبن وأذل شعب على وجه الأرض هم اليهود وهذا بشهادة الله سبحانه وتعالى قال ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إن أتعس شعب على وجه البسيطة هم من جعل منهم العرب من زع دسم الإسلام أمة تنكل بالحرائر وتقتل الصغار وتهين الكبار على مرأة من العالم المنافق الظالم والله كم آلمنا تلك الأخت التي يسلمها زوجها يسلمها زوجها للاحتلال لتقضي مدة المحكومية أين أولئك الرجال الذين يذودون على الحرائر إن لم تكن هذه الفئة الشابة المؤمنة القانتة القارئة لكتاب الله في فلسطين هم إن كثيرا من الناس الذين جعلت منهم هذه السلطة الفلسطينية وراءها الجامحة العربية أداة لتدنيس أطهر البقاء هم الذين جعلوا هؤلاء اليهود الجبناء ليكونوا في تلك الأرض المباركة بسكوتهم بما يقدمونه من تنازلات خسيسة وضيعة تدنس ثالث الحرمين ومسر النبي الشريف صلوات ربي وسلامه عليه إن فلسطين لا يسلمها الغرب هكذا لا يتخلى الغرب الكافر عن فلسطين وعن ما يسمى بإسرائيل لأنها طفلها المدلل وخنزيرها المذلل فهذا طبعا لا يخيف المسلمين مهما لو اجتمع من بأطرافها الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله لا يخيف المسلم لأنه ينتظر إحدى الحسنيين إما النصر وإما الشهادة ويرحم الله علامة الجزائر البشر لإبراهيم عندما قال إن غرس صهيون في فلسطين لا ينبت وإذا نبت فإنه لا يثبت فانتظروا إنا معكم من المنتظرين يا شيخ الجزائر ها هي البشائر من شعب مسلم ثائر لم يرضى بالذلة ولا المهانة فقام يجاهد عن فلسطين إن تنصروا الله ينصركم وإن جندنا لهم الغالبون إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا طوفان إثر طوفان بسالة وإقدام إخلاص واستبسال نصر من السماء بإذن الله وفتح قريب قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار والله أكبر ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين تحية لأبناء فلسطين الحبيبة الطاهرة نسأل الله أن يطهرها قريبا من رجس اليهود ومن الأمذال المنافقين والسلام عليكم فاثبتوا واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون والسلام عليكم ورحمة الله